اشتركوا في القناة وقد وصل جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقباله بحضور عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين كما كان من ضمن المستقبلين عدد من أسرة وأهل الشهيد ونقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العاب لقوة دفاع البحرين عزاء ومواسات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى أسرة وأهالي شهيد الواجب الوطني السامي ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرح والمصابين ودع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرح والمصابين وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن تضحيات رجال قوة دفاع البحرين البواسل تعد مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا فقد سطروا أروع ملاحم التضحية وبذلوا أرواحهم في سبيل الواجب الوطني السامي لنصرة الشقيق في ميادين الفداء والكرامة متكاتفين مع أشقائهم المرابطين للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عملية إعادة الأمل فقد سجلوا بدمائهم الطاهرة تاريخا مجيدا بالبطولة والبسالة وستبقى أسماؤهم دائما خالدة مضيئة في تاريخ البحرين المجيد تاريخ البحرين المجيد موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة